اشتركوا في القناة 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 في غرفة جينات السنة في تم مراجعة الأمر ونحن لازم نعتقد أن القضاء سيمصف هنا فهد الميل فهدا وسيصح أوضع ويعاود تكييف ويعاقب الجميع بعقوبات رادعة لأن العقوبة يكون عند الردع العام وردع الخاص وتفاجئنا للمفاجأة دينا هو أن المجموعة التانية التي تقدم فيهم واحد المتهم وقادي تحقيق مشكور معني بالعامة لتامسة الإيداء دياله وقادي تحقيق لتامسة الإيداء دياله كانت تفاجئوا أنه في طور الصنافي في هاد الميل في ديال التسميم ديال القتل العمد كانت تفاجئوا أنك يخد الصراحة المؤقت مما نطرح أكثر معالها ما تستفهم يعني شنو يا الضمانات لإجابة المتهم الناس واخدين عشرين سنة لتسنين هذا ما يدوش عشر يام يخد الصراحة المؤقت فين هاد زيوجية المعايير فين هاد ما تعاملش مع الميل بما يقتضي الأمر من حكمة وشجاعة وإنصاف وآدلة ومراعاة حقوق الضحية لا يعقل واحد تستيدي عندها مستديمة والخاديمة والاخرين تعرفوا بأن هاد المتهمرة عنصر أساسي معاهم في الخلية وكي يجي كي يقوم الصراحة المؤقت يعني مما يجعلونا متشائمين في هذه النقطة هذه ونتمنوا أن المحكمة أو قاد يتحق يا راجل قررت الصراح المؤقت لأنه غير منصف وما حققش المصلحة هذه للضحايا تاريخ الجلسة المقبلة الجلسة المقبلة يوم الثلاثة عفوان يوم الأربعة عفوان ثمانية عشرين ربعة على الساعة التاسعة ونتمنوا هاد المرأة تجيب كري باش خلينا رجعو نفطره 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 يوسف المرأة لك سيناك أنتا شكرا لك بعدما نديروس يوسف نتسيناه وشكرا للمرأة برككم القيم وشكرا لشخصيكم الكريم الصحفي الشجاع والنزيه ولي دائما كيتابع القضايا دي المواطنين بكل إخلاص وتفعلي في جل المواقع اللي اشتغلت فيها أمريك جموعة مباركة أستاذ لعيني مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا أستاذ لعيني اللي انتبع بطبيعة الحال الملف جيل السويسرية اللي تناولوا من جميع الجواني بنحل التتبع مع أستاذ لعيني لهذا الملف وسوف نوافيكم بالجديد اللي فيه مشاهدين الكرام بتعليق المواطن شكرا لكم